أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ويخضع للمساءلة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير الاتصالات تناول الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وطلع سيسي خلال الاجتماع على خطوات إطلاق الصندوق السيادي صندوق مصر حيث وجه في هذا الصدد بأن يساهم الصندوق في إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها وإقامة شركات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبية